اهلا بكل مشتركين قناة عربيتي في اطار المبادرة التي تراحها رئيس الجمهورية لاحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي وفق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مقترح تمويل الحافظ الاخضر لمالك السيارات بحيث يتم اعتماد حافظ السيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة بحد اقصى 22000 جنيه و20% للتاكسي بحد اقصى 45000 جنيه وبنسبة 25% للميكروباس بحد اقصى 65000 جنيه ويشارك البنك المركزي في تمويل عملية احلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ويتيح تمويلا على سلاس مراحل تبلغ قيمة المرحلة الاولى منها 15 مليار جنيه لاحلال 80000 سيارة على ان تبلغ قيمة المراحل السلاس 60 مليار جنيه واوضح محافظ البنك المركزي طارق عمر انه تم تحديد سعر العائد بسعر فائدة مقطوع 3% لتكون التكلفة قليلة وتصل مدة القرد لعشر سنوات وفقا لرغبة العامية وجدير بالذكر ان جميع البنوك في القطاع المصرفي ستشارك في المبادرة وستتحمل فرق سعر العائد بتكلفة 794 مليون جنيه في السنة وستبدأ الحكومة في انشاء 287 محطة غاز طبيعي بتكلفة 5 مليار و 330 مليون جنيه على ان تزيد فيما بعد الى 1000 محط لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله